عندي مسائل هنا حقيقة كثيرة جدا حول مسألة حكام صوم المسافر والأفضل في ذلك أولا إخواني وأخوات الصوم في السفر يعني فيما يتعلق بالقضايا الصوم في السفر أولا السفر سبب من أسباب الفطر في رمضان وهذه رخصة من الله عز وجل قال جلال فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر السيام في السفر إذن عندنا أن السفر في رمضان مرخص للفطر مرخص للفطر واضح هذا بالإجمع على أن السفر رخصة جعلها الله عز وجل للفطر في رمضان أيضا عندنا القصر الرباعية الجمع بين الصلاتين وهكذا وأيضا مسألة المسعى الخفين ثلاثة أيام بلياليهن طيب العلة ما هي المشقة ولا السفر لا السفر السفر وليس المشقة المشقة هذه حكمة هذه سمى الحكمة لكن العلة هي السفر طيب في فرق في فرق ما هو الفرق الفرق أن الإنسان الآن لو سافر سفر مريح سفر ما في أي تعب وأراد يفطر يحق له نقول لا يحق له ليش لأن بعض الناس يقولك لا ما تفطر إلا إذا تعبت في السفر وهذا غلط لو شخص الآن سافر بالطائرة مسافة ساعة مريح ومرتاح والسفر مريح وطائرة ما شاء الله مريحة نقول اللي حق لك تفطر ما أحد يمنعك من الفطر حتى لو لم تجد مشقة طيب أيهما أفضل أني أفطر ولا أصوم هذه مسألة خلاثية بيننا فيها ثلاث أقوان قول يقول أفضل الفطر بل بعض العلماء أوجب الفطر قال لو صام المسافر ما صح صومه ابن حزم وغيره لكن كلامه ضعيف القول قوله ضعيف يقول أن الأفضل الفطر لماذا الأفضل الفطر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر كثيرا في السفر وأيضا كان يقول ليس من البر الصيام في السفر وكان عليه الصلاة والسلام يشدد على الصائمين الذين يقعون في حرج القول الثاني قالوا لا الأفضل الصوم الأفضل الصوم واستذلوا بأن نسمو كان يصوم عبد الله بن رواحة كان يصوم ابن الزبير في السفر جمع من الصحاب القول الوسط هو القول الحقيقي اللي يجمع بين القولين يجمع بين الأدلة أيضا أن السفر إذا كان حقيقة شاق بالنسبة لك الأفضل أنك تفطر إذا كان شاق الأفضل أنك تفطر وإذا كان مريح الأفضل أنك تصوم وهذا توفيق بين الأدلة وجمع بين الأدلة بارك الله في الجميع طيب مساء الأخرى في مسألة السفر يسأل كثير من الأخوة والأخوات يقولون متى نفطر في رمضان إذا كنا مسافرين الجواب إذا فارقتم عامر بنيان البلد وجد بكم السير طيب أفصلها وأرتبها وأنزل لمستوى أفضل يعني من حيث الفهم الآن أنتم من الليل ناوين السفر رايحين عمرة ولا رايحين زيارة ولا أي شيء ما يحق لكم الفطر لما تصبحون أنتم تكونوا مثلا مسافرين ساعة عشر الصبح مثلا تبقون صائمين يجب على المسلم الصائم أن يبقى صائما حتى لو كانوا ناوي السفر ثم بعد ذلك إذا ركبتم السيارة وتركتم البلد وراءكم وبدأتم في السفر خلاص الآن يحق لكم تفطرون إذا أردتم ركبتم الطائرة في المطار ما يجيز تفطرون في الطائرة ما يجيز تفطرون حتى تقلع فإذا أقلعت الطائرة خلاص الآن يحق لكم الفطر أما قضية وهذه للأسف بعد بعض الأقوال المهجورة تبعث مثل ما يروى عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله أنه كان إذا كان صائما وأراد السفر قال قربوا لي زادي فيأكل قبل أن يركب راحلة وهذا مروع عن الحسن البصري أيضا لكن جماهير السلف والخلف والعلمة والأم الأربعة لا يجوز ويحرم على أن الإنسان يأكل وهو ما زال في البلد حتى يشرع ويجد فيه السفر طيب فعل أنس اجتهاد منه رضي الله عنه وعندنا قاعدة إذا الصحابة اختلفت أقوالهم يعني نرجح بما هو أقرب إلى الدليل والأقرب إلى الدليل قول جمهور الصحابة وجمهور الأمة الأربعة وجمهور العلماء عفوا جمهور العلماء على أن الصائم إذا أراد السفر لا يجوز له أن يفتر في بيته ومقيم حتى لو كان يقول والله أنا مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بطاقة سعود الطائرة في جيبي موجودة ولو حتى تركب الطائرة وتقلع هنا تترخص برخص السفر ولذلك تنبه يا أخواني لمثل هذا عشرات الأسئلة وردتني في مثل هذا الموضوع يخطئ كثير من الناس في قضية التعامل مع مسألة السفر عندي هنا أسئلة حول قضية الصوم في الطائرة وهي حقيقة من جملة السفر وأن كنا في آخر البرنامج لكن أرتبها بشكل يعني سريع أولا الطائرة وسيلة من وسائل السفر ويخطئ كثير من الناس في قضية التعامل في التعامل في الصيام مع وسيلة النقل هذه الطائرة زين أنا أرتب لكم المسائل التي وردتني كالتالي أولا أنت في المطار أنت في الطائرة وهي في المطار على المدرج لا يحق لك الفطر لأنك ما زلت مقيما إلا في حالة واحدة إذا كان المطار في غير بلدك يعني انتقلت من مدينتك إلى مدينة هانية مسافرا إليها حتى تقلع من المطار من هناك نعم أنت مسافر لكن في نفس مدينتك مثل أغلب المطارات الآن لا ما يحق لك السفر حتى لو كنت راكب في الطائرة كم من مسافرين ركبوا الطيارة وشدوا حزام الأمان وقع الطيارة ما أقلعت أصبح ما زالوا مقيمين ورجعوا إلى بيوتهم مثلا ذلك ما تترخص حتى تقلع الطائرة هذا واحد الأمر الثاني السفر بالطائرة وغير الطائرة مو بيحلك للفطر ولا للحب فإذا سافرت في الطائرة وحبيت أنك تفطر ما في بأس لكن وين الأفضل هل أنت مرتاح أم لا إذا كنت مرتاح الأفضل الصيام إذا كنت غير مرتاح الأفضل الفطر يعني تجد مشقة تجد عندك مشقة ولو أفطر المرتاح في السفر صوء ما صحيح عفوا فعله صحيح لو جاء شخص يقول أنا مرتاح ولو مرتاح لكن أحب أفطر تمنعوني أن يقول لك لا ما نمنعك ما نمنعك لأن هذا السفر هي العلة مدامك سافرت طيب بعض الناس الآن لما يسافر ويحب يصوم في المطار في الصالة أو في الطائرة تغرب الشمس عليه فيفطر ثم تقلع الطائرة في الغالب إلى جهة الغرب بعد فترة يشوف الشمس ما حكم صومه صومه صحيح لماذا؟ لأنه أفطر بنص أفطر بنص شرعي فكون ظهر على الشمس هو هذا لا يضر صومه ولله الحمد والمن واضح طيب نوع ثاني شخص في المطار وهذا كثير ما نسأل عنها الآن مثلا الإفطار الساعة سبعة هو أقلع الساعة سبعة إلى عشرة أنا أضرب مثال سبعة إلى عشرة بعد عشر دقائق الشمس ما زالت موجودة ما غربت عليه وفي البلد الذي أقلع منه الشمس غابت ساعة سبعة هل يفطر؟ لا لا يجوز يفطر لماذا؟ لأن الشمس باقي هو ما غابت عليه ثم ظهر عليها لا هو أصلا لما أقلعت الطائرة كانت الشمس موجودة باقي لها عشر دقائق ولما سافر إلى جهة الغرب بقيت الشمس معه ولذلك لا يجوز له أن يفطر إذا كان يحب الصوم طبعا حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس فإذا غابت الشمس أفطر ولو لم تغيب بقيت معه الله يعينه ما يفطر لماذا؟ لأن هذه الحدود الشرعية ولذلك إذا حب يفطر يقول الله كوني مسافر أفطر لا يقول لا أبغى أصوم لا ما تفطر حتى تغرب الشمس حالة أخرى بعض الناس يسأل يقولك أنا والله كنت في الطائرة وغربت علي الشمس وأنا صائم أفطرت يقول بعد فترة كذا قريبة يقول دخلنا منطقة وإذا والله الشمس موجودة يحصل هذه في بعض المناطق نقوله خلاص أنت أفطرت بنص دخولك في منطقة ظهرت فيها الشمس هذا ما يضر صومك ولله الحمد والمن مسألة طول الزمن اللي تقطع الطائرة باعتبار اليوم طبعا وقصرة هذا لا يضر يعني أن شخصا مثلا أقلعت الطائرة بعد الفجر زين وأراد منطقة مثلا في جهة الشرق وتفاجأ وإذا بفترة الصيام ست ساعات مثلا صام ست ساعات لأنه لما وصل غربت عليه الشمس نقول صومك صحيح لأن هذا الله هذا هو الذي حدده الله عز وجل للصيام وكذلك العكس إذا طالت طال اليوم بحيث أنه يكون أطول هذا أيضا تصوم لأن هذا هو الذي حدده الله عز وجل وبين عموما إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى لك